قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن معبر رفاح شأن مصري فلسطيني حتى وأن حاولت إسرائيل نقله أو إغلاقه كما طالب أشتية مجلس الأمن وأعضاءه العمل على وقف الإبادة الجماعية وتبني نداءات للوقف الفوري للعضوان مطلوب من مجلس الأمن وأعضائه العمل على وقف الإبادة الجماعية وتبني نداءات الوقف الفوري للعضوان الطفلة هند رجب ست سنوات استشهد من معها في السيارة منذ سبع أيام وهي لا زالت بين جثامين الشهداء سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها لم تعد ولم يعد طاكمها من منطقة تل الهوى وهم المسعفان يوسف زينو وأحمد المدهون أطلب من الصليب الأحمر تكرار محاولة إنقاذهم والكشف عن مصيرهم تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر نقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية وهي شأن مصري فلسطيني ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري فلسطيني وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل شكرا للمشاهدة